استعراض عسكري لميليشيات الحشد في محافظة ديالا استعراض يأتي في سياق احتفالات الميليشيات بالذكرى السابعة لتشكيلها عام 2014 الاستعراض نظم برعاية الحكومة الحالية وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما يكشف عن قدر كبير من التناقض لدى الحكومة ورئيسها فبينما تتوالى تصريحة الكاظمي عن فوضى السلاح وهيبة الدولة ومواجهة الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج نطاق القانون يحضر الرجل استعراضا عسكريا لهذه الميليشيات بل ويرعاه كذلك ليؤكد في رأي مراقبين أن حكومته لا تختلف كثيرا عن سابقاتها من حيث التبعية السياسية لأحزاب وجهات تولي إيران وأن تصريحاته المخالفة لذلك لا تعد كونها مناورات لكسب رضى الشارع العراقي الرافض لتغول النفوذ الإيراني في البلاد من جهة أخرى فإن ميليشيات الحشد تحاول عبر تنظيم مثل هذا الاستعراض توصيل رسالة مفادها الجاهزية لصد أي محاولة خارجية أو داخلية لتحجيم دور الميليشيات ونفوذها في الدولة العراقية ولعل ذلك ما سبق أن ألمح إليه قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب في رسالته إلى من وصفهم بأمة الحشد كلامنا موجه إلى جماهير الحشد إلى أمة الحشد أن يكونوا على استعداد للدفاع عن حشدهم وعلى الرغم من صورة القوة التي تحاول الميليشيات تصديرها فإن ثمة ما يكشف عن خلافات تشتعل بين الفصائل المنضوية تحت راية الحشد خلافات عكسها غياب ميليشيا حشد المرجعية وميليشيا سرايا السلام عن العرض العسكري في ظل حديث عن جدل يدور بين القيادات بشأن الالتزام بكون الحشد قوة تابعة للحكومة في بغداد أو البقاء كميليشيات توالي وتنفذ أجندة النظام الإيراني ترجمة نانسي قنقر